السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدقائي كيف كون شو أخباركن اليوم جيناكم فيديو جديد واحد من سلسلة فيديوهات خدمية بتركية اليوم رح نحكي عن برنامج الينبز أكتركم بيعرفوا وفيها غالبية الناس ما بدخلوا عليه لأنه باللغة التركية اليوم رح نعلمكن كيف تحجزوا موعد بالمشفى باللغة العربية خليكن معنا بعيدا عن السماسرة لأنه حتى هيصاروا يستخدموه وللأسف يعني ما بيستخدموه بيستغلوه بالمصاري بيستغلوه بكم الكاك يلي بيسحبوا عليه خطوط وبيسحبوا عليه اي شيء لأنه انت محتاج تحجز موعد بالمشفى مع الأسف هون برنامج الينبز حولنا على الموقع المهي ريسي الخاص بوزارة الصحة هون لحتى تحجز تحدد موعد من المشفى طبعا تحسن تحدد موعد من طبيب الأسرة هون تعبي هاي المعلومات طبعا كله بالعربي نترجم هون تحدد الولاية الولاية كلها موجودة طبعا متل ما تكون شايفين معي هون رح نحط قيصري هون طبعا تحسن تحط اللغة التركية هون تحط اللغة العربية مترجم اكتركم بيعرفون هون تحط أمراض انف اذن حنجرة طبعا في مشافي فيها كل الأمراض وفي اختصاصات وفي مشافي ما فيها اختصاصات جاملة هون اذن نحط العيادة طبعا كله بالعربي هون تحط مشفى ولاية قيصري مكان التفتيش اللي هو مكان معينة العربي يعني هذا مترجم بس من سوء الجمعة هون تحط ما في مشكلة او اذا بدك انت مكان معين تحطه المعالج يعني هو الطبيب اسم الطبيب بتحسن بتعين او بتحسن تحصل دور بشكل اسرع تحط لا يوجد مشكلة هون التاريخ من قيمة لقيمة بدك يكون الموعد يعني لازم تحط خمسة عشر يوم من تمامينة الشهر لثلاثة وعشرين شهر حتى تحسن تحصل الموعد بمشفى لانه حاليا بمشكلة الكورونا اكتر الناس ما بتحسن بتحصل موعد لانه ما بيعطوا موعد متل عادي هون متل ما انا شايفين هون باللغة التركية فريت هدا اسم الدكتور طبيب اقرب موعد باثنين وعشرين شهر متل ما قلت لكم مشكلة الموعد يعني بعد اه اربطان عشر يوم لحت تحصل الموعد مشفى ولاية هاي المشفى وهي امراض الانف والادن الحنجرة طبعا انت لحت ما تنسى او زرحت على المشفى مات يصير عندك مشكلة حط اللغة التركية وعطي لقطة شاشة خلي هدول معلومات عندك باللغة التركية بس خلي هون خلينا باللغة العربية هدا الموعد اذا بدك هو تكبس عليه تضغط عليه طبعا وهنا عندك الساعة تسعة هاي الموعد موجودة تسعة وخمسين هون بالعشرة هون بالإداش صباحا مساء المضغطة تسعة وخمسين هاي المعلومات هون بس اعطيته تأكيد الموعد مباشرة متجيك رسالة تأكيد الموعد مباشرة خلينا نخلكم معنا أه تعطي تأكيد موعد هون فورا بيعطيك تم حجز الموعد بنجاح بس تعطيه حسنا هون صار عندي موعد نشط مثل ما يكون شايفين تحت بأي ولاية والمعلومات كاملة هون باللغة التركية اذا بتحبه طبعا انا ما رح اروح حجزته هذا بس مشان معلومات أنا هون لازم ألغيه حاليا تعرف شي بما أنه عندك تليفون هذا الجهاز هذا ما رح تحتاج أي سمسار بإذن الله والفيديوهات القادمة أي شي بتحتاجه أي برنامج صعب عليك تستخدمه صعب عليك إن كان بعروض إن كان ببرامج خدمية إن كان بالإي دولات أي برنامج تحتاجه نحن رح نكون معكم بس كتابونا اسمه بالتعليقات هون رح أفرجيكم شلون تلغي المواد شلون تلغي المواد هاي المعلومات تبعية المواد كما تكون شايفين المواعيد السابقة كلها بتطلع عندكم هون المواعيد السرية فهون تعطيه بس هذا التطاط الأحمر هلأ تعطيه نعم تم إلغاء المواد هون طبعا انت لغيت المواد حجزت ولغيت المواد بدايئتين لا أعطيت كملك لشخص ولا أكلت هم هذا الشخص احتمال يستغلي لكملك بخط تليفون أو يطالع عليه إنترنت أو يطالع مشكلة لكمالك مشكلة كبيرة مع الأسف يعني عم نستغل بعضنا هون حجزنا مثل ما شفته موعد ولغيناه موعد قابل للغاء يعني لغى الموعد وبتشكركم كتير بنهاية الفيديو وتابعونا لا تنسونا من الأعجاب والاشتراك بالقناة